السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصعد الله وأوقاتكم بكل الخير جميعا طلاب مدارس الأمم الإبداعية الذنين والبرنات من الصف الثامن الأساسي سنكشف اليوم إن شاء الله الستار عن سر جديد فمن بين أهم المهارات التي يمكن الاستفادة منها وتطويحها في أمور كثيرة في برنامج الباوربوينت هو الروابط التشعبية فلنبدأ على بركة الله بدرسنا لهذا اليوم معي أنا معلمة الحاسوب سهل جمل ستكون حصة اليوم في البراري سناخذ رحلة في عالم السفاري سننتقل من محطة إلى أخرى وفي كل محطة هناك سؤال علينا الإجابة عنه فإذا مثلا انتقلنا إلى المحطة الأولى سنجد سؤالا يخبرنا بأن هناك معلومة واحدة فقط من بين الآتية صحيحة فيما يخص الزرافة هل الزرافة تصدر أصوات عالية؟ أم هل تنام 8 ساعات يوميا مثل الإنسان؟ أم هل الزرافة تستطيع التثائب أو تتحمل العطش أكثر من الجمل؟ بعضكم قد يقول بأنها تنام 8 ساعات يوميا ولكن بمجرد الضغط عليها ظهر لنا أسد يتربص لنا وينظر إلينا شزرا مخبرا إيانا بأن إجابتنا خاطئة وعلينا الهرب قبل أن ينقض علينا ويلتهمنا بعض المحطات المحطة الأولى الثانية الثالثة والرابعة تم إضافة الأرقام إليها وبمجرد النقر على الرقم سيتغير شكل مؤشر الفأرة سيتغير شكل مؤشر الفأرة وسينقلنا إلى محطة جديدة بمعنى أن هنا الرقم ارتبط هذا الرقم إثنان بشريحة معينة اختلفت عن الشريحة السابقة وهي شريحة رقم واحد كيف سنقوم بهذا العمل؟ الأمر بسيط جداً أعزائي الطلاب في بادئ الأمار سنذهب إلى قائمة insert لندرج شكلاً جديداً بيضوياً مثلاً لياكم سنربط الرقم خمسة الموجود في الشريحة رقم إثنان بالشريحة رقم سبعة وذلك سننقر على الزر الأيمن hyperlink سيسألني ستنبثق في بداية هذه النافذة سيقوم بسؤالي هل تريدين ربط الرقم خمسة existing file أو بمستند من الخارج من خارج هذا الموجود عندنا الموجود لدينا سواء كان current folder من هذا الفولدر أو بدي أستعرض صفحات أخرى أو حتى من الملفات الجديدة أو أنا أريد من نفس هذا document بلا اسم this document أو من هذا المستند الخاص بي أي جزيرة الكنز حسناً سأختار سلايد رقم سبعة الشريحة السابعة ستظهر هنا في النافذة المصغرة المنبثقة المنبثقة أمامي سيخبرني فيما إذا كنت أريد هذه الشريحة أو مثلاً ثمانية أو تسعة كل مرة ستختلف عن الأخرى حسناً أوكي لنجربها الآن بمجرد النقر على الشريحة على رقم خمسة سينقلني إلى الشريحة السابعة وبالفعل أي من الآتية صحيحة بما يتعلق بحيوان الفيل ونقلني إليها في حال أني أردت الانتقال مرة أخرى إلى الشريحة السابعة أين الآتية صحيحة فيما يتعلق بحيوان الفيل إذا لم أشأ مثلاً الضغط على زر الفئر الأيمن ومن ثم اختيار Hyperlink بإمكاني بعد تحديدها أذهب إلى Insert ومن ثم Hyperlink ستخرج نفس النافذة وسأختار في هذه المرة الشريحة رقم 13 سأنقل عليها نقلني إلى أحسنتي الإجابة ولكن بحاجة إلى العودة إلى جزيرة الكنز خاصتي كيف سأعود إليها إن أنا ضغطت هكذا على الشريحة نفسها سينتهى العرض أنا لم أعود مرة أخرى إلى جزيرة الكنز كيف استطاعت العودة إلى جزيرة الكنز من Insert, Shapes هناك مجموعة من Action Buttons وهي عبارة عن أزرار مخصصة لديها طريقة عمل تشبه Hyperlink فإذا اخترت أنا Home زر Home سأضعه هنا هكذا مباشرة إن بثقت إلى Action Settings النافذة هذه أخبرتني Hyperlink 2 First Slide إذا أنا اخترت First Slide سيعود بي إلى مدارس الأمم الإبداعية روابط التشاعبية والمعلمة سواها وصف الثامن وهي الشريحة الترحبية فبالتالي أنا بحاجة لأن أذهب إلى الشريحة الثانية وليس First Slide سأنقر عليها بالزر الأيمن ومن ثم Edit Hyperlink سأحرر الحيبرلينك التي أريد أنا لا أريد الذهاب إلى First Slide ولا إلى Last Slide ولا إلى Previous Slide إنما أريد الذهاب إلى Slide من Slide سأختار الشريحة الثانية ها أنا قد اخترت الشريحة الثانية ومن ثم OK لنجرب بالإمكان أيضا استخدام Hyperlink لإضافة رابط والانتقال إلى رابط مثلا أنا أريد هنا رابط للموسيقى الخاصة بالسفاري مثلا ولكن أردت أن يكون على شكل رابط كنت قد جهزت الرابط سابقا بالتالي سأقوم بعمل Insert سأختار Textbox لأضعها هكذا هنا ومن ثم سألصق الرابط الخاص به في حال أني بهذه الصورة قمت بعمل عرض لا يستجيب إنما ينتقل من شريحة إلى الأخرى ولكني أنا لا أريد أن ينتقل من شريحة إلى الأخرى إنما أريده أن يرتبط باليوتيوب بنفس الطريقة من نقر عليه أو من Insert Hyperlink سأختار Hyperlink بعد ذلك أنا لا أريد ما كان في هذا المستند إنما أريده Existing File سأختار الأدرس بلسق نفس الرابط نفس الرابط الذي وضعته هنا ومن ثم سأقوم بعمل OK و Play أصبح مباشرة رابط ونقلني الآن بإمكاني التحرر من هذه الفوضى ومن كمية الكلام بإمكاني فقط لغير كتابة موسيقى سافاري وسأجدها أنها ما زالت على نفس الحابرلينك المشبوكة بقيامي بالعرض ها هي موسيقى سافاري وفي الختام أعزائي الطلاب طالباتي الغاليات أنا أنتظر من كن طالباتي إكمال اللعبة أو ابتكار لعبة أخرى خاصة بيكون بشارد أولا أن تتكون اللعبة من صفحة رئيسية تعرف باللعبة وبشروط اللعبة يليها بعد ذلك الأسئلة الخاصة بها إن كان السؤال جيد أريد أن أرى أحسنتي الإجابة وإن كان السؤال خاطئ أريد أن أجد عبارة تدلل على أن العبارة خاطئة أريد استخدام الهايبرلينك وإدراج جالينك في داخل عرضك التفاعلي وانتظر أيضا وجود موسيقى مناسبة لللعبة أما عند حد الأسبوع فيقول عند اختيار أحد الإجابات ولتكن مثلا جواب هذا السؤال هو كينيا انتقلت إلى أحسنتي الإجابة حاولت الضغط مرارا وتكرارا على الشاشة أنحسوا بالمعوز أو بزر الفأرة ولكنه لم ينتقل إلى أي مكان في المقابل عند النقر على زر هوم عاد بي إلى سفاري ماب ضغطت على شريحة سفاري ماب انتقل لي إلى الشريحة الأخرى ومن الشريحة الأخرى عودت النقر وانتقل يقتل فرس النهر سنويا ما يقارب خمس ألاف شخص كلما مثل أحسنت الإجابة حاولت النقر على الشاشة هنا لا تستجيب لي كيف بالإمكان عمل مثل هذه الحالة بحيث أن الشاشة لا تستجيب لنقرة الماوس إنما فقط تستجيب للروابط التشاعبية الموجودة في الأسجار للتذكير أول ثلاثة يجبنا على السؤال بصورة صحيحة بالتطبيق العملي ستحصل كل واحدة من هنا على كبان ملكة الحاسوب انتظر الإجابات دمتم بكل الخير أعزائي